دحكي أقول ما اتجوزت هيقوا حسن وما لسه بيوضبوا في شقةه فقاعدين عند مامته فهي بقى عندها كلاب مشكلة كبيرة حسن ما بيحبش الكلاب ومامته ما بتحبش الكلاب لكن امي لا يمكن تستغنى عن الكلاب فسيبهم لانا بقى وقاين في قرابيدي انا فعملت ايه بقى عشان بترائب الكلاب رحت مركبها كاميرا عندنا في البيت وهي على الموبايل بتاعها شايفانا بقى وهي في بيت حماتها مامي انت لسه ما فتحتيش الكلاب ليه مامي اكلتي الكلاب قالوا عاملة متحججة ان هي بترائب الباباها على تطمن على باباها عندما هي نصابة هي بتطمن على الكلام اه يا عروب يا مامي طب هتحتعمل ايه دي بقى هي بقى في البيت فلاقيت حسن بيكاليني ايه اللي انا اتجوزتها دي وخبرات دي انا خايف تكون بترائب خايف تكون برقبان انا كمان بعدين كنا معزومين على العاشة عندهم في البيت فهي قالت لحمتها معليش يا ماما مفادية انا هروح بس معهم عشان اأكل الكلاب قلت لها روحي يا حبيبتي ما تبتكريش ان انا هقولك هتصعبي عليا وقولك هديهم عمري ما هقولك روحي يا حبيبتي يا اعتبار تنخلق معها اما تروح بيتها هتخلق معها لا طبعا للأسف شديد عندي انا هم بيحبش فيهم كده عالقة اه لا هي يا بيت عشاءهم انا لا بحبهم ولا بكرهم بس بك بس اخافة والبكراء لسا انت سعقل يوم بتتمرج على الحال هتعزبك اه لا 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 مجنونة مجنونة طيب العلاقة بينها وبين حسن شاك برضو مجنناه كده ولا انت صعبان عليك حسن اه صعبان جيد بس هي مش هتودي هملو ده انا المفروض اصعب عليك يعني انا باقي لا انا زنبي ايه اول لا طب رامي لا رامي بيحب الكلاب بس برضو خلاص ما عندوش كلاب بقى كان عندهم وامي اللي راحت يعني اهتمت بالكلاب يعني كان الدنيا حد ما اتجاوزت معاها كلاب واد عليكو مجنونة يقلن толькоل اه فاسمير الراجل المشي في حابي يقلد الراجل اه اه ابين ه Hell ها ها براении هان ساعتها کرى الكلاب وطرد الكلام مفيش بقى غير امي جبنا لها بقى كلب صغير كده الله يرحمه مات بعد ما بقى كبير بقى عجوز ماهو الكلب تضربي في سبعة فعنده 14 سنة ومات براوني ده كان يوم وفاته بلوة بقى يا خبرة بيض امي لبس احد اتعيط بقى جنبه بقى مهاتي حاجة احط فيه عشان تروح تتفنه بقى فانا جايبالها كيه الزبالة تتحكيش انت يا جمعية الرفق بالحيوان حتيجي تعزبنا انا وانت جايبا كيه الزبالة عشان تفت عطيك مامي حرم عليك يا مامي براوني مش زبالة يا مامي يعني يا خبرة طرعت جابت فوطة جديدة جابتها بالدولاب ولفتوا بيها فوطة جديدة تنارسوا ونزلت بقى هي ودنيا وكان زمرات اخوية ولبسين اسود وانا اقول لي بتاع الامن اوه حد يضح شايلة الكلب بقى وعياته موسيقى تصوريات يورا وراح يتدفنته وعملت له وجابت له رخامة وكتبت عليها يا حبيبتي وقال وتروح تزوره وتدي العسكري اللي هو بتاع الامن في المكان بقى الشيش قلت له هيعمل له ايه عشان ياخد باله منه قلت له ياخد ايه دي دي عرفنا اه لا دنيا في المزيكة بقى والفن والمتاع على طول لما فيها بقى كتير من باباها اللي هو حكاية السراحان وما تردش عليكي تبقي بتكلميها اما انا حكيت لك كزا يا دنيا لا يا مامي ما سمعتش خالص ده لان هي في موال كده يعني دايما على طول ياختي بتصعبي علي يا يدود والنبي انا والله عايشة في مرستان وتلقيهم هم برضو لو قعدوا يحكوا يقوموا حيقولوا وطلعوا عليك برضو ايه طاقوا حلي الى كفاية التكنولوجيا كفاية ايه التكنولوجيا الموبايلات والواتساب والانستجرام والحاجات دي انا محتاجة محو أمي التكنولوجيا ليه انت مفيش فيش ياخد والنبي مريحة نفسي كل حاجة تليفون يحصل له حاجة دنيا يا ربي خليك يعمليلي رامي يا ربي خليك يعمليلي انا مش عارفة ازاي دي بس انا هتقوله عمري مش غاوية الحاجات لا يا شيخ اسكوتي ده واجه عدمها يعني الناس بيسيقوا استخدامها بصراحة اه 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 هي لها ميزات ولها يعني بعضها في تيكر دلوقتي احنا كنا عايشين ازاي من غير موبايل اه مش عارف فالدق مش فاكرة اه يعني مع انه غريب يعني ولا حد كان يعرف كان يقوله احنا مش هنا اه دلوقتي بيسيقوا القطوكي بالموبايل ده انا مرة كنت بزوغ من حد يعني اه وانا عادت مكان فهو بيتكلم بيتكلم بتقوله لا ده انا في التصوير لقيته جايلي في نفس المتمن كنت عادة مع صحاب والله والله عظيم انت فضياء ايه ده اتعرفت مكان ازاي قال لي من اللوكيشن في الموبايل اه انت بتعمليه على انك بتكلميه في الفونوغراف انا بتكلمه في التتانية بقى اه يا اهلم بيكي اه اه اهلم بيكي فالعيسوا حرمت اللي يقول لتي فين برا موسيقى